أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في اللقاء الثاني نصند في رمضان في رمضان وموضوعنا اليوم الصدقة يعني أثرها الصدقة يعني أو أثر الصدقة على تربية النفس أولا يا إخوتي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك ماذا سكن لهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم الصدقة طبعا اسم عام قد يدل على الإحسان وقد يدل على الزكاة أيضا المهم نفقة المال سواء كانت واجبة وهي الزكاة أو من باب الإحسان لكن هنا معنى الزكاة أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم إنا صلاتك سكن لهم الله سبحانه وتعالى dit dans le Coran prélève sur leur bien une aumone pour les purifier et les rendre meilleure ça veut dire quoi ? prélève sur leur bien ça veut dire la parole a été adressée au prophète محمد صلى الله عليه وسلم prélève sur leur bien Allah dit au prophète de prélèver quelque chose sur les biens des musulmans sur les biens des croyants prélève sur leur bien يعني خذ من أموالهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ من أموال المؤمنين خذ من أموالهم صدقة prélève sur leur bien in aumone يعني خذ من أموالهم صدقة ماذا يأخذ النبي مننا يعني صدقة prélève sur leur bien in aumone pourquoi لماذا حل أخذ الصدقة الآن عندما نقول لك أنه صدقة في سبيل أو زكات يعطي زكاتك أو صدقة في سبيل quand on demande à quelqu'un de donner زكات ou bien on lui demande de faire la صدقة qu'est-ce qu'il dit ياراها ثقيل il la voit lourde lourde c'est lourde pourquoi c'est lourde لماذا ثقيل يقول لك كمي أجيز في محل أو bien سيجي دون 200 euros 100 euros 50 euros سيجيز في من أموالهم toujours toujours avant de donner لعنجز نفلشي بك على المعنجز على المعنجز مهما كن عندنا من مال يعني غالبا قبل الإعطان نفكر نقول لك إذا أعطينا هذا سيانقوس مالي سيانقوس هذا يا إخوتي الشيطان له دور كبير في هذا سيانقوس يعمل 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 في هذا سيطان يعمل يعمل الإنسان الفقر سيطان يعمل 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 يضع الناس في يده والله في قلبه عندما تعطي في سبيل الله الذي في القلب ما دام في القلبه والله لا بد أنك ستنفق هذا المال في ما يحبه الله ولكن إذا وضعنا المال في قلبنا et quand on met il y a certaines personnes qui ont de l'argent ils mettent l'argent dans leur coeur et quand on met l'argent dans notre coeur c'est l'argent qui prend la place d'Allah في قلب الانسان ما كان وحيال الله وليسالغير الله dans le coeur humain il y a une place c'est pour Allah ce n'est pas pour une autre personne ناس مثلا في فرنسا en France عندما ناس تركو لحب الله لحب الله lorsqu'ils ont laissé لحب الله يعني تركنا حب الله سبحانه وتعالى هنا امنين ان فيرب يعني جئنا بفعل وواحد يقول للمرأة التي يحبها يقول لها جتادور يعني عندما لا تعبد الله تعبد امرأة واندي ساسوفة واندي واحد يحب امرأة يقول لها نعبدك يعني رفض ان يعبد امرأة يقول للمرأة يقول للمرأة يقول للمرأة يقول لحد ذلك ولكن عندما ننظر إلى حياتنا نجدها أنها عبادة في الحقيقة في الحقيقة عبادة نترى أنها عبادة المرأة التي تحبة الرجل والتقول له من أجليك أفعل كل شي انا فم أين أنهم ici c'est dans la société une femme qui aime أنهم elle dit pour toi je fais tout pour toi je fais tout l'homme va la pousser à mentir لن توقف البدع تفعل كل شيء حتى ما لا يرضي الله ماذا تركت لله في قلبك لا شيء يا ريان ما تركنا لله شيء في القلب القلب فارق الكير يفيد لماذا؟ حب آخر وهو حب حب المخلوق يأخذ مكان حب الخالق ابن قيم الجوزية رحمه الله ابن قيم الجوزية قَالَاِينَ فِيْ الْقَالْبِ خُلَّتَنُ لَا يَسُڈُدُوهَا إِلَّٰا حُبْ بُعُلَهَا سُبْحَنًا يَاينَقَامًا يَاينَقَامًا لِا يَاينَى بِعِيَ عِيَ وَالْقِرَهِ يَاينَسَنَةِ يَاينَسَنَاتِی يَاينَoineَتْفِيْهِ رَا مَاٍّ اسamentَ بَعَسَثْتِ philosophers وَالَمُرْ لَحُمْ وَالَحُمْ يَعْبُدُ الْمَالَ إذن حب المالي أخذ مكان حب الله في القلب. L'amour de l'argent a pris la place de l'amour d'Allah dans le cœur. رأيك يا إخوتي قال هنا خذ من أموالهم صداقة تطهيرهم وتزاكيهم تطهيرهم prélève sur leur bien إلى أمون pour les purifier نفهم من هذا أن الصداقة هي تطهير للنفس تطهارة للنفس الصداقة فيها تطهير c'est une purification c'est un nettoyage حب هذا المال الذي أخذ في القلب مكان حب الله سبحانه وتعالى l'amour de l'argent qui a pris la place de l'amour d'Allah dans le cœur quand on donne l'argent à cause d'Allah maintenant on se retrouve entre deux choix عندما ننفق نجد أنفسنا بين خيارين بين حب المال وحب الله l'amour de l'argent des biens et l'amour d'Allah et quand on donne pour Allah c'est l'amour d'Allah qui prend le dessus عندما نعطي في سبيل الله فحب الله يكون أعلى في القلب من حب هذا المال الذي يعبدوه الناس و هذا هو يطهير يعني يطهير الإنسان c'est une purification parce que c'est une épreuve أنت تأمي entre deux amours et c'est à toi de choisir يطهير الله بين حبين وعليك أنت أنت تختار أحد الحبين حب المال وحب الله سبحانه وتعالى العمل بأوامر الله والامتثال لأوامر الله والامتناع عما نهى عنه والشخص الذي يخرج هذا المال انتصر لديه حب الله في القلب يعني أحب المال ولكن أحب الله أكثر من المال ما دام الله قال لي اعطي فأنا أعطي في سبيل الله فهذا فيه نوع من تأكيد حب الله سبحانه وتعالى في القلب J'aime أعطي البال بقول الله أعطي لأن الله وحب الله وحب الله 是不是 سبحانه وتعالى في القلب Donc c'est une purification C'est une purification كل شيء في القلب القلب يزا فسادة فساد الله على إنا في القلب يمضغى يوجد مرسو Dans le cœur Dans le corps يزا فسادة القلب فسادة جسد كله Si Le cœur devient mauvais Tous les corps deviennent mauvais C'est le roi Et avec zakat C'est une épreuve déjà إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاه إسماعيل وهو كبير في العمر إلى إسماعيل الذي أجه وعندما كبر إسماعيل لذلك إسماعيل يقرأ في المنام أنه يضبع إلى ذلك إليه غرج فماذا حدث حب الإبن وحب الله ويجده كذلك وعلى العبد وحب الإبن هذا يعني إبراهيم وحب الإبن وحب الإبن وحب الإبن بعيد عن هذا منزح بعيد عن هذا كل إبراهيم نبي من الأمبياء الله سبحانه وتعالى بعيد من هذا فماذا حدث فماذا حدث هب أنه في إبراهيم وكهما يفعله yes إبراهيم اقل إبراهيم وإبراهيم فقد نحن رؤية وحب الإبن وحب الإبن وحب الإبن وحب الإبتر ومن يتصلكون على شامل تقبل فادي آخر لا يتعلي العمل فادي دائما فإنه سيطرة لبنية آخر حتى للخطور فبقى سيطرة كما أن يتعلي فبقى بحضور إلى رأس لا يتحدث معه بعد نجتول عقل 20 أو 15 عام لأسببها الملاد المعجزة العلمية ستقعد على الرجل السبب فمن أجلنا يمكن أن تتحدث فيها الكثير من الأغناء أننا مزيد وي سألقون نزاقون كيف نحصول بالخلص يذهب جيدا لا يساط للماذا تحدث لما تفضل فيها يعني إن كونكيرانس إن ترسيون إن ترسيون والأزواج يوجدون وكلهم لعجل المال أكثر مشاكلنا في الأسرة اليوم والرجل لا يتكلم مع المرأة والمرأة لا تكلم مع الرجل كلها من عجل المال حب المال سارة وهناك آباء لا يتكلمون مع أولادهم ليس لسبب شرعي بس لسبب المال المال لارجان يعني المال هو الذي أفسدنا الآن كثير جدا يعني ذلك الذي يعطي في سبيل الله هذه طهارة هذه طهارة دليل على أن قلبه طهر دليل على أن حب الله سبحانه وتعالى هو الأكبر في داخل قلبه c'est un signe que l'amour d'Allah qui a pris le dessus dans son cœur خوز من أموالهم صدقتان تطهيرا وتزقیهم بها تزقی تزقی داكت سادقا 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 يصبح يحصنًا هذا هو نطع نحن نطع 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 ربما في بعض الأمضايا يجب ان نطع في المزجل الذين نطعون يتقيقون من الساحر يتخلون من الحتش يفهم هذا نطع 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 نظافة القلوب تنظف القلب تخرج منه حب غير الله وتترك فيه حب الله الصداقة تقوم بدور كبير الصداقة تقوم بشكل كبير الصداقة تقوم بشكل كبير يا أخوتي إذا كان عندك قلب قاسي قوي اخرج الصداقة لأن هذه الصداقة تطهير القلب هذا هو نتخم Werthe وتغاللي لأن التذكر يكون الذين's performances لا نظافة لكن الذين هو ميش على السادقة تساعد في التذكر championship تليس ان تتنين وعلى مجموناً. لكنك ستكون من أجل. من أجل. نحن نحن في شهر رمضان. نحن في الموارد رمضان. كل من يريد أن يكون أكبر من الأخر. لذلك يجب أن يكون. لذلك يجب أن يكون أجل. كل مننا يجب أن يكون أجل. صدقاء يجب أن يكون لدينا أجل. يجب أن يكون أجل. ثلاث يどうبعون هذا نجلب أن يكون لدينا أجل. الآن يريد أن يكون ما أجل. دعو نغذن أن reapantu beacon. يريد أن يكون الأجل. ال helped Lux. لي作 ثم rutزن. يريد الدنيا بكل موارد رمضان. انه تكلفل لكي. بعد انه وزنيها رمضان احلا. حكول أن هذا الشهر الكريم الموارد. عندما نقول ينعى بكل موارد رمضان يМыتُع teachers نحن هم العقل. يقول لك والله يوجد صداقة يوجد أموال يعني الواحد يقول لك ما جئنا للمال ونهي با فيني بور الارجان نحن جئنا مثلا للصلاة ما جئنا للمال ومن قال لك إن الصداقة لا تدخل في تطهير صداقة c'est un moyen de la pyrification عندما يطلب منك في هذا الشهر الكريم يقول لك في سبيل الله عندك إمكانية اعطي ما عندك إمكانية ادعو الله أن يعطيك إمكانية وتنوي الخير إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر الذين يتصدقون ويعطونك في سبيلنا خذ من أموالهم صداقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم يعني ادعو له صلي عليهم يعني ادعو كان النبي صلى الله عليه وسلم كل من يأتي بزكاة أموالها ويأتي بصدقة وكذا كان النبي يدعو الله له البروفيت ماما صلى الله عليه وسلم الفدي دعاء وجانكي دون صداقة أولى الزكاة في سبيل الله سلوي كي فين وصلي عليهم يعني ودعو لهم فإن صلاتك سكن هذا الصلات عنها سكن سكن يعني رحمة وطمأنين لهؤلاء الذين يعطون الزكاة تعاليها إخوة يناس آخرين الذين لديهم هناك من لديه أموال حتى لا يؤدي زكاة حتى الزكاة قد لا يؤدي تجده مملأ زكاة خليه يعطيك هكذا في سبيل الله عنده الأموال كثيرة ولكن يشتكي دائما ولا يعطيه في سبيل الله لا ينفق الواجب في سبيل الله ماذا يقول الله سبحة تعالى فيهم يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها ماذا في نار جهنمى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نقفنا عند الآية والذين يكنزون الذهب والفضة علماء قالوا الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاة الكنز les trésors c'est l'argent qu'on ne prélève pas les droits d'Allah ça veut dire celui qui a 20 000 euros à la banque et il n'a jamais donné زكاة هذا الكنز هذا هو الخامس الخامس هو المال الذي لا يخرج منه حق الله سبحانه وتعالى عندما يوجد العجن الذي لا تزاري الله هذا يسمون أنه الخامس الخامس هو السبيل الأرض لكنا لا تزاري الله القرآن يقول الذين يتنسون الزهب والفيد الناس الذي يشعل الذهب والفيد وهم ليس لا تزاري الله لديهم الناس 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 ل المساعدة لهم على الإعادة لا يساعد بالنسبة ماذا حدث قال إن يتكلموا على الألعب الله يقول يداهجة لا يأهجاح لا يصحق لا يأهجاح لا يحجاح لا يحجاح نسيك دائد دوع دلالرجان ينطلق 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 يجب أن يكون يجب ان ينطلق يجب أن ينطلق كم أشخاص دولوري على سنة هذا إذا كان تمر هذا لم يعد هذا هذا يجب أن يؤد هذا يجب أن يكون هناك 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 لا يتحدث في حاليا قال هنا يوم يحمى عليها في نار جهنم هذا الذهب الذي لم تغطيه لم تنفقه يوضع يوم القيامة في نار جهنم ان Ultraه في الذي يصدقه هذا المال يوضع في النار يقول لك ها 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 الفطة التي قلت لا تنفقه ها هو الذهب الذي قلت لا تنفقه نضعه في النار حتى يحمى يوجد هذا التسجد و المقصان الأولى تitated الحياة كل ما أن يجب أن يكون على التسجد على الواقع ننشأه و المقصة نريد التسجد و المقصان الأولى تطرق ربما إلى البحث لا يحدثوا بعدها بحضر كان يمكنك عندها بالهمة بحضر بحضر وهناه time على الشمس صعب هو بحضر شأننا يعني توضع يوقد الذهب والفضة ويوضع على أجسادهم حتى يحرق أجسادهم أين يوضع؟ يوم يحمى عليها في نار جعنام فتقوى بها جباههم دابور سير لير فرو وميسا في الجبه في الجبه الذهب والفضة التي لا تنفقها تسخم في النار ويحرق بها الجبه للم максимار على الفضة هذا يجري لفضة لقد كون في الجبه لقد أتشارت على الفضة لا يجنوب ولقد أتشارت على الفضة لكن الجنوبة إذا Thyم يجنوبة الإثم وفضة لقد أتشارت القحة يعني تشارت يرجسون فكلتان سيكون فكلتان فقط هنا ترجمة نانسي قنقر 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 قال العلماء الصدقة تمهيد طريق الجنة إلى الناس لتصل إلى الناس يوجد يوجد دائما لتصل إلى الجنة هناك عقبة يوجد دائما هذه العقبة تريد أن تسرع إلى الجنة ولكن تترك أن تسرع إلى الجنة تمنع هذه العقبة إذا تردت أن تحطمتها سيطرع لتسرع إلى الجنة لك لكي تصل إلى الجنة يبحث عن طريق الجنة أعبر وإستطاع وإستطاع إلى الجنة لتسرع إلى الجنة لكي يوم كيف يفعل ذلك؟ Comment on peut enlever ce blocage qui est devant nous qui nous empêche d'aller au paradis vite, vite, vite ? بالصدق. بالصدق. Quand on fait le صدق, vraiment on prépare le chemin du Jannah et ce chemin va être facile. كيف يكون هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يسهل عليك الومور. الله يوفق الشخص لفعل الخير. كل ما فيه خير, كل ما يساعد الانسان لدخول الى الجنة, يصير سهلاً لهذا الانسان. لأن الطريقة صارت طريقاً سهلاً. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى فلقتحم العقبة للانسان. وما أدراك ما العقبة. العقبة ما هي؟ فق رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغر. يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن سيحاوليك مرة من أفرع اشخاص هذين سيحصل على المساعدة إلى الأسفل. النساء المطابقة التي تجعل نسخص الاخير من الرغم على تدعيين سيحصل على المساعدة. المساعدة التواجد من الأسفل أن تجعله ويجعله فرخصي. نتكلم في الصدق يعني نتكلم في هذه الأمور يعني يا إخوتي فق رقبة يعني واحد في العبودية ندفع المال ونعتقه في سبيل الله وهذا أيضا صدق فيها المال فق رقبة أو اطعام في يوم ذي ما سقب أو نرير عنين جور دفامين نرير عنين جور دفامين عندما تسمعي أخي فيه جوع في السومال تسمع فيه جوع les enfants de Gaza ils ont une difficulté ils ne mangent pas les enfants de Somali les enfants comme ça وطرسلوا المال فسبيل الله هذا أيضا صدق هذا أيضا صدق هذا أيضا صدق c'était un grand blocage ça ce sont les blocages ça veut dire débloquer l'argent فسبيل الله c'est un grand blocage en réalité qui nous empêche d'aller vers le paradis c'est ce que le Coran veut dire débloquer l'argent tout quand il s'agit de l'argent quand il s'agit فسبيل الله ça crée toujours un blocage parce qu'on n'a pas le courage de donner فسبيل الله يعني يعني العقبة الكبرى هي إخراج المال عندما يقول l'amr فيه إخراج المال في سبيل الله إطعام المساكين يعني إطعام الفقراء إطعام الجياع إطعام المساكين إطع في سبيل الله أنفسنا لا تحب فلعقل ذلك صار عقبة c'est devenu un grand blocage on ne sait pas donc il faut في سبيل الله quand il donne ça devient facile أو إطعام في يومين في مزغبة يتيم ذا مقربة يتيم ذا مقربة un orphelin proche parent un orphelin يعني عندما تحسين لل يتيم جيد ولكن عندما تحسين لل يتيم القرية الاجتماع البدر يق بقب стрائف يق بق prev يا آفدل بينكم بيجانب القناة هذا يجب أن تساعدت اليتاما هذا أيضا يا إخوتي مهم جدا في مجال الانفا مجال الانفا أو بيان ام پوور دان لدنيما أو مسكين أو بيان ام پوور دان لدنيما دان لدنيما دان لدنيما دان لدنيا هذا يسهل لك طريق الجنة لا يجب ذلك يا إخوتي السادقة والنفاق في سبيل الله فيها ماذا؟ فيها خير كبير جدا فيها خير كبير جدا وأنتم رأيتم أن المال الذي تعطيه في سبيل الله هذا الله سبحانه وتعالى سمعه قرد قرد ما قال من ذا الذي يقرد الله قردًا حسنًا ce que تي دون الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كبير جدا من ذاكله أنت للاح أنت ومالوكا للاح مل كول للاح أنت وفي أولاك على الله لكن مع근ة ذلك الله لأنه يسأل لك أنت أعطي الله يESأل لك أنت تحصل للاح كيف أعطيه كيف أعطيه لك نزال لكما يسمعين إذن فالصدقاء لا يريد لا يريد فالصدقاء لا يريد إبدا الله سبحانه وتعالى أعطيك أنت ومالوكا مل كول للاح لكن يرجعنا نقرد قال من ذا الذي يقرض الله قردا ماذا حسن لماذا حسن لابد القردا يكون حسن ليس أنك تعطي في سبيل الله وتمشي غدا وتقول جيفيسا جيفيسا والله جيفيسا جيفيسا تتكلم في كل مكان هذا ليس قرد حسن والله طلب مني دين فأعطيته أو طلب أعطيته عملت له كذا وفعلت كذا وفعلت كما نتكلم نحن هذا ليس بقرد حسن الحسن هو الذي تعطيه في سبيل الله الحسن القرد الحسن C'est l'argent Quelque chose prêté Donné في سبيل الله Pas pour autre chose que pour الله C'est من ذالذي يقرد الله قردن حسن هذا هو القردن حسن فَيُضَاعِفَهُ لَهُ يُضَاعِفَهُ الله يُعْتِكَدْ عَقْ Allah va le multiplier Va le multiplier Jusqu'à 700 Et plus Jusqu'à 700 Et plus Un seul bienfait Que tu vas faire Que tu vas faire pour Allah Allah le multiplie Jusqu'à 700 Ou plus que 700 Qu'est-ce que ça C'est-à-dire qu'un ramadan On fait le gène Pourquoi le gène Le mal Le mal Il ne vient pas Je le dis Au-delà يقول لك دائما في سبيل الله الآن نقول الصدقة يا إخوتي كادت تأخذ مكان الصوم يعني الصوم أفضل ولكن الصدقة كادت صوم رمضان أفضل ولكن الصدقة كادت تأخذ مكان الصوم يعني تتساوى ولكن الصوم أفضل الصدقة أفضل كادت تأخذ مكان الصوم ولكن الصدقة أفضل ولكن الصدقة أفضل كيف هذا الصدقة؟ كيف هذا الصدقة كادت تأخذ مكان الصوم يعني في الدرجة كادت ولكن لا تأخذ فيه آية في القرآن بعض الناس لم يفهموا يعني أفضل في القرآن بعض الناس لم يفهموا هذه تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هذه الآية على حسن ابن عباس قال إنها آية منسوخة سينفر سي أبرجي وهي مرحلة من المرحلة التي مر بها الصوم سينتب دجل الذي كسي أبرجي لماذا؟ قال في أول الإسلام أو دبي أول الصيام كان وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين يستطيعون السوم ولكن بطعب شديد هذا معنى يطيقونه الذين يستطيعون أن يصوموا ولكن بطعب شديد يعني يتعبون في السوم لكن يستطيعون يستطيعون ليسوا مرضى ولا كذا يستطيعون أن يصوموا وعلى الذين يطيقونه فيديتهم طعام مسكين في بداية الإسلام الصيام كان عندك الخيار بين إشناء إن شئت في البداية كنت تصوم لو رأيت اليوم صعب بالنسبة لك لا تصوم وتطعم مسكين كان هكذا في البداية في البداية في الإسلام نحن نزل يستطيعون يعني أن هذا معروف في البداية أعطى عشاء بطعب ثم ينطيعون يتعبون ينطيعون يعني, إلن ينوري ينوري أمود كان وردي ينوري أمود وردي ينوري أمود كان المعرية ينوري ينوري ويبيل ينوري أمود لأنه يمكنهم الناس لأسفر منتجابه يوجد للمسجن نورده نزال لأنه يمكنهم يعني كنت تستطيع سوم وإذا كانت تستطيع سوم ولكن اليوم تقول تابان اليوم يقولنا نزال اليوم كان يطعب المسكين هذا في البداية هذا كان لديه لكن القرآن يقول فمن تتوى خيرا 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 يعني عندما لا تصوم لأنك تابن تطعيم مسكين ومن تطعو عخيران يعني زا تعم تسيطة أو سبعة هزا خيرو لك le minimum c'est de nourrir un pauvre mais si tu arrives à nourrir plus plus de pauvres il n'y a pas de problème si tu arrives à nourrir plus de pauvres c'est bon c'est bon pour toi لكن يقول فمن تطعو عخيران فهو عخير الله mais pour ceux qui ne pourraient les supporter qu'avec grande difficulté il y a une compensation nourrir un pauvre et si quelqu'un fait plus de son propre gré c'est pour lui c'est pour lui si quelqu'un qui fait plus ça veut dire au lieu de nourrir un pauvre tiens nourrir 6 ou 7 c'est pour lui donc Allah subhanahu wa ta'ala va payer la personne قال donc c'était un choix في البداية السوء قال إما أنتصوم إذا كان لديك إما أنتصوم وإما إن كانت هناك مشاقة تفتفتر وطعيم مسكين في مكاني ولكن قال القرآن وأنتصوم وخيرو لكم إن كنتم تعلمان هذا يعني أنتصوم وإذا كان لديك مشاقة تفتر وطعيم مسكين في مكاني فإذا كان لديك مشاقة الجنة جنة 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 أفضل لماذا قال لكوله وأن تصوم خير لكم إن كنتم ماذا تعلمون ندعو الله سبحاته على نفسنا جميعا ندعو الله سبحاته على نعيننا يا إخوتي لأجل ذلك هذا الشهر الخير هذا الشهر الخير حاول اعطي في سبيل الله كنتم تجي في سبيل الله باعتمي في سبيل الله بعض يقول لك نحن بالتأكيد تقول له اعطي في سبيل الله قلن فقط ومن قال لك تعيش ليلة القدر يا أخي لا ندري واحد يقول لك نعم هذا لا أعطي إلا ليلة القدر ليلة القدر لا تعيش ربما في ليلة القدر ندعو الله نطول عمرك ولكن قد لا تعيش في ليلة القدر وأولادك لا يعطون باسمك ماذا تفعل دائما الخير عندما يأتي إخوتي السابقون السابقون خم من السابقين حتى يوم القيامة تدخل الجنة يجب أن يسرع في طريقه الله سيجيو أن يسرع في الخيرات عندما يتحدث عن عنہ سبقين يقول ان يسرع في الخيرات يسرع في الخيرات فكذا تترجم الفيحة يقولوا بعد 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 يستمر في الدراس بالأة يقول لك إن شاء في البلد تتذكر في الجنة تتفن تتذكر في حين تتذكر في بلد تتخل قouse ولا تقول له بعدين خلاصة وكذا وكذا وانتهى يعني المهم في سبيل الله يعني الواحد that can tell you the food donin si you need not to give it a nutrition لا تمنع الخير هذا ليس جيد يا إخوتي هذا خطير خطير يتريد أن هناك هناك pessoas لا يتصدق في سبيل الله ولا يحسن في سبيل الله وإذا رأى شخصا يحسن في سبيل الله يقولون لك لا يتوقع نحن تتطع يا سا يا سا يا أخير يا أخير إما انتفعل الخير و لا تفعل تنذير المجيدة تنذير المجيدة تنذير المجيدة عزنا هل كل مجموعة هنا يتصدق انا قيد الحر حتى لو لا أحقل اعطي الحر دي عدد قلت للناس صل會 قلت مخلص والله تقبل عملي وكل واحد منكم صلى رقعتين أنا أجر الدالو لشاء الخير كفاعله سيطلل لشاء البيان كم ان يظهر على شخص كم أنت تجربت لتفسير تجربت لأسفل يجب عليك النام يجب عليك النام إنسح الناس سيطلل لك وقت يجب عليك البيان أو أسفل كل ما يفعله كم أنت تجربت لأسفل تنسى كلها لا أعطى لا أعطى لا أعطى لا أعطى ولكن اخبركم على المساعدة يعني هناك على الناس هناك في سبيل هناك يخبركم أنني أخبركم لن أخبركم لكنك تجور لرجان 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 ليست المسألة هكذا عندك أعطي ما عندك الفم هذا يمسك فم يمسك فمك خاصة نحن في شهر رمضان الكريم ندعو الله سبحانه يفقنا جميعا ندعو الله سبحانه يعيننا جميعا اللهم اهدنا في من هديد وعافنا في من عفيد وتولنا في من توليد وبارك لنا في ما عطيد وقنا وصرف عنا شر ما قضيد إنك تقضي ولا يخضع إنه لا يزل من واليد ولا يعز من عديد طب أردت ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك اللهم اهدنا وهدبنا وجعلنا سنبا لمن اهتدك اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا معنى شقيا ولا محرومة اللهم ارفع البلاء ونزل الشفاء اللهم ارفع البلاء ونزل الشفاء اللهم ارفع البلاء ونزل الشفاء اللهم اغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم المباركة اللهم تقبل منا أعمالنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صدقاتنا وتقبل منا كل أعمال الخير التي نقوم بها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم أجمعين اللهم ادخلنا للفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وصلى على النبي الكنوان صلى الله عليه وسلم سبحانه ربك وستعى الناس وقنا سنعى النساء والحمد لله